موسيقى اهلا بكم أعلن الجيش اللبناني استشهد ثلاثة من عناصره بينهم ضابط في غارة نفذها جيش الاحتلال على جنوبي البلاد وفي بيان له أوضح الجيش اللبناني أن الاحتلال نفذ غارة استهدفت الجنود أثناء قيامهم بإجلاء مصابين في خراج قرية ياتر بنت جبايل جنوبية لبنان استشهد خمسة لبنانيين جرأ غارة عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة الجناح بالضاحية الجنوبية لبيروت هذا وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية نا طيران الاحتلال شن أكثر من عشرين غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس وخلال الليل في هذا الإطار شن طيران الاحتلال أربع غارة في محيط منطقة الليلكي مستهدفا مجمعا سكنيا ما أسفر عن تدميره بالكامل وإحداث حرائق هائلة به استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخيام بجنوبي لبنان وشن الاحتلال غارتين أخرين استهدفتها المدينة وغارة على منطقة العيشية وكف الرمان وقصف الاحتلال بالمدفعية والطيران عدة بلدات في محافظة النبطية كما استهدف مباني في البقاع الغربي شن طيران الاحتلال غارة جوية على مدينة سور الساحلية التاريخية في لبنان وكان جيش الاحتلال قد وجه انذرات إلى سكان عدد من المناطق بمدينة سور وذلك لإخلاء منازلهم كما دعا الاحتلال اللبنانيين إلى نزوح نحو شمال نهر الأولي زاعما أن كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر ينطلق اليوم في باريس مؤتمر تحت عنوان الاستجابة من أجل دعم لبنان وسيادته بمبادرة من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مع المؤتمر الدولي مماثلين عن الدول الشركة للبنان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الإقليمية والتابعة للمجتمع المدني وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن المؤتمر يهدف إلى حشد جهود المجتمع الدولي من أجل تلبية احتياجات سكان لبنان ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي أن واشنطن تشعر بقلق عميق إذا أتقالير تحدثت عن ضربات على القوات المسلحة اللبنانية وقال البنتاجون أن أوستن حث وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت أيضا على تأكد من أن إسرائيل تتخذ خطوات لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان أفد مراسلنا بتوقف عمل الدفاع المدني الفلسطيني كليا في محافظة الشمال بقطاع غزة وأضف بيان للدفاع المدني الفلسطيني أن الدبابات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها وأن ثلاثة مصابين من عناصر الدفاع المدني لا يعلم مصيرهم حتى الآن أفد مراسل القاهرة الإخبارية باستشهاد طبيبين في مستشفى كمال عدوان والإندونيسي إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة كما استشهد مريض داخل المستشفى الأندونيسي نتيكة نقص الدواء والأكسجين واستمرار الحصار الإسرائيلي تتواصل اليوم فعاليات اليوم الثالث والأخير لقمة تجمع دول بريكس في مدينة قازانة روسية وتتضمن الفعاليات جلستي عمل لزعماء دول بريكس ووفود الدول الأخرى المشاركة في القمة كما تشمل عمل اليوم الختامي مؤتمرا صحفيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعرض فيه نتائج أعمال القمة حذر وزير الدفاع الروسي أندري بيلاوسوف من أن انخراط الدول العربية أو الغربية في الصراع بأوكرانيا يوجد مخاطر عالمية وأضاف بيلاوسوف أن الغرب يحاول استفزاز روسيا للدخول في صراع النووي إذن متابعين نتابع هذه الصور واللقطات الحية التي تردنا من الضاحية الجنوبية لاستهدافات إسرائيلية جديدة على منطقة الضاحية هذه الاستهدافات ضمن هجمات عسكرية إسرائيلية استمرت وتستمر منذ عدة أيام بشكل عنيف جدا يعلم أيضا بأن الاحتلال الإسرائيلي كان قد وجه وامر إخلاء لسكان هذه المناطق بزعم أنها تنوي استهداف مرابط لحزب الله اللبناني وكانت قد حذرت بأن أي شخص من الممكن أن يقترب من أماكن وجود حزب الله من الممكن أن يعرض نفسه للخطر بتالي نتابع هذه الصور واللقطات الحية لاستهدافات إسرائيلية مباشرة على الضاحية الجنوبية في لبنان نهاية المجازة عودة إلى الزملاء في برنامج صباح كثير